اشتركوا في القناة السعر 72 ريالا سعوديا عندما بدأت كتابة هذا الكتاب كان اول شيء اردت ان اكتشفه هو كيف يعرف الباحثون الانتوائية والانبساطية بدقة وكنت اعرف انه في عام 1921 قام عالم النفس كارل يونغ بنشر كتاب عن الانماط النفسية ما ادى الى انتشار المصطلحين انتوائي وانبساطي بوصفهما لبنيتي بناء الشخصية المركزيتين وقال يونغ ان الانتوائيين ينجذبون الى عالم الافكار والمشاعر الداخلي وينجذب الانبساطيون الى حياة الناس والانشطة الخارجية وركز الانتوائيون على المعنى الذي ينشئونه من الاحداث التي تدور حولهم والانبساطيون ينغمسونهم انفسهم في الاحداث لكن ماذا لدى الباحثين المعاصرين ليقولوه؟ سرعان ما اكتشفت انه ليس هناك تعريف يشمل جميع الاعراض للانتوائية او الانبساطية بالرغم من ذلك فان علماء النفس اليوم يميلون الى الاتفاق لعدة نقاط اهمة على سبيل المثال ان الانتوائيين والانبساطيين يختلفون في مستوى التنبيه الخارجي الذي يحتاجونه للعمل بشكل جيد فالانتوائيون يشعرون بانهم على ما يرام تماما بتنبيه اقل كما يحدث عندما يحلون لغز كلمات متقاطعة او يقرؤون كتابا ويستمتع الانبساطيون بالاثارة الزائدة التي تأتي من انشطة مثل لقاء اشخاص جدد والتزلج على المنحدرات ورفع صوت جهاز الاستيريو الانتوائيون ليسوا بالضرورة خجولين فالخجل هو الخوف من الرفض الاجتماعي او الاذلال في حين ان الانتوائية هي تفضيل البيئات التي لا تكون مفرطة النشاط والخجل امر مؤلم بطبيعته والانتوائية ليست كذلك اذا كنت انتوائيا هل يتعين عليك تكريس طاقتك لانشطة تأتي بشكل طبيعي ام هل يتعين عليك توسيع مداك ربما تفاجئك الاجابة اذا كان هناك استبصار واحد تأخذه من هذا الكتاب هو ان تكون نفسك كيف اصبحت الانبساطية هي المثل الاعلى الثقافي لقد تحولت امريكا مما اسماه المؤرخ الثقافي المؤثر وارين سوسمان بثقافة الطبع الى ثقافة الشخصية في ثقافة الطبع كانت الذات المثالية جدية ومنضبطة وشريفة وما كان يهم ليس الانطباع الذي يتركه الشخص عالنا بقدر ما كان يتصرف الشخص في السر ولم تكن كلمة شخصية موجودة في اللغة الانجليزية حتى القرن الثامن عشر ولم تنتشر فكرة امتلاك شخصية جيدة على نطاق واسع حتى القرن العشرين ولكن عندما تبنوا ثقافة الشخصية بدأ الامريكيون بالتركيز على كيف كان الاخرون يتصورونهم لقد اصبحوا مفتونين بالاشخاص الذين كانوا جريئين ومسلين وقد كتب سوسمان لقد كان دور الاجتماعي المطلوب من الجميع في ثقافة الشخصية الجديدة هو دور الممثل وكان يتعين على كل امريكي ان يصبح ذاتا منجزا اسطورة القيادة الكاريزمية كلية جامعة هارفورد للاعمال واكثر اول شيء الاحظه بشأن حرم كلية جامعة هارفورد للاعمال هو الطريقة التي يمشي بها الناس ليس هناك احد يمشي بتمهل او يتجول او يتلك انهم يمشون بخطة واسعة مليئة بقوة دافعة الى الامام وعندما يمرون بطريق بعضهم البعض لا يمئون فقط برؤوسهم انهم يتبادلون تحيات نشيطة مستفسرين عن صيف هذا مع جيه بيمورغان او رحلة ذاك في جبال الهيمالايا اجلسوا الى جانب اثنين من الطلاب كانا منهكين في التخطيط للقيام برحلة في السيارة وعندما يسألون ما الذي جاء بي الى الحرم الجامعي اقول انني اجري مقابلات من اجل كتاب يتحدث عن الانبساطية والانطوائية يقول احدهم اتمنى لك التوفيق في العثور على الانطوائي هنا ويضيف اخر تم تأسيس هذه الكلية على اساس الانبساطية علاماتك ومكاناتك الاجتماعية تعتمد عليها انها المعيار هنا الجميع حولك يعبرون عن رأيهم ويكونون اجتماعيين ويخرجون ان الطالب الذي تمنى لي التوفيق في العثور على انطوائي في كلية جامعة هارفورد الاعمال يعتقد بلا ريب انه لن يتم العثور على اي انطوائي ولكن من الواضح انه لا يعرف زميله في السنة الاولى دون تشين اقابل دون لأول مرة في سبانغلر حيث كان يجلس على بعد بضع ارائك عن الشخصين الذين كانا يخططان لرحلة بالسيارة انه يبدو كطالب نموذجي من طلاب جامعة هارفورد الاعمال طويل وذو اخلاق مهذبة وابتسامة جذابة انه يرغب في العثور على وظيفة في الاسهم الخاصة عندما يتخرج ولكن تحدث الى دون لفترة قصيرة وستلاحظ ان صوته اخفض من اصوات زملائه في الصف ورأسه دائما منحن قليلا وابتسامته مترددة قليلا ان دون هو انطوائي حاقد كما يعبر عن ذلك بمرح حاقد لانه كلما قضى وقتا اطول في كلية جامعة هارفورد الاعمال يصبح مقتنعا اكثر بانه من الافضل ان يغير طرقه يحب دون ان يكون لديه الكثير من الوقت لنفسه ولكن ذلك ليس خيارا متاحا جدا في الكلية فيومه يبدأ في الصباح عندما يجتمع لمدة ساعة ونصف مع فريق التعلم المشارك به وانضي باقي الفترة الصباحية في الصف حيث يجلس تسعون طالبا معا على مدرج على شكل حرف يو ان اساس التعليم في الكلية هو انه يتعين على القادة ان يتصرفون بثقة ونتخذ قرارات في مواجهة معلومات ناقصة ومن المتوقع ان يقوم طلاب الكلية بدورهم بالتعبير عن رأيهم نصف علامة الطلاب ونسبة اكبر بكثير من مكانتهم الاجتماعية تعتمد على ما اذا كانوا يلقون بانفسهم داخل هذا الجدال الساخن عندما يتكلم الطالب في احيان كثيرة وبقوة عندئذ يكون طرفا فاعلا واذا لم يفعل ذلك فهو على الهابش كثير من الطلاب يتكيفون بسهولة مع هذا النظام لكن ليس دون فهو يعاني من مشكلة شق طريقه الى مناقشات الصف فهو بالكاد يتكلم في بعض الدروس انه يفضل المشاركة فقط عندما يعتقد ان لديه شيئا ما فيه تبصر ليضيفه او يختلف بصدق مع شخص ما وهذا يبدو منطقيا ولكن دون يشعر كما انه يجب ان يكون اكثر راحة عندما يتحدث بحيث يمكن ملء مساحته الزمنية المتاحة يخبرني احد اصدقاء دون تعتبر الانشطة الاجتماعية هنا رياضات صارمة فالاشخاص يخرجون طوال الوقت واذا لم تخرج في احد الليالي سوف يسألك الناس اين كنت انني اخرج في المساء كما لو كانت تلك هي وظيفتي لقد لاحظ دون ان الاشخاص الذين ينظمون الفعاليات الاجتماعية يحتلون قمة التسلل الهرمي الاجتماعي ويقول دون يقول لنا الاساتذة ان زملاءنا هم الاشخاص الذين سيذهبون الى حفلات زفافنا فاذا غادرتم الكلية بدون بناء شخصية اجتماعية واسعة فسيبدو الامر كما لو انكم فشلتم بتجربتكم في كلية جامعة هارفورد للاعمال في الوقت الذي يستلقي فيه دون في السرير مساء يكون منهكا وفي بعض الاحيان يتساءل لماذا بالضبط يجب عليه ان يعمل باجهاد شديد ليكون اجتماعيا دون هو طالب امريكي من اصل صيني وقد عمل مؤخرا بوظيفة في الصيف في الصين واذهله كم كانت المعايير الاجتماعية مختلفة وكم شعر بارتياح اكبر بكثير ففي الصين هناك تجديد اكثر على الاستماع اكثر من التحدث لفترة طويلة وعلى وضع احتياجات الاخرين اولا ويشعر بان المحادثة في امريكا تكون حول مدى نجاحك في تحويل تجاربك الى قصص في حين ان الشخص الصيني ربما يكون قلقا من ملء الكثير من وقت الشخص الاخر بمعلومات غير هامة ويقول في ذلك الصيف قلت لنفسي الآن اعرف لماذا اولئك هم شعبي جعلت وسائل الاعلام الاجتماعي اشكالا جديدة من القيادة ممكنة لاعداد كبيرة من الاشخاص الذين يكون قالب جامعة هارفورد ادارة الاعمال غير مناسب لهم في العاشر من اب اغسطس لعام 2008 غرد جاي كواساكي المؤلف الاكثر مبيعا والمتحدث وريادي اعمال ينشئ سلسلة مشاريع ناجحة واسطورة في سيليكون فالي قد تجد من الصعب تصديق هذا الامر ولكنني انطوائي لدي دور لالعبه ولكنني في الاساس شخص منعزل لقد جعلت تغريدة كواساكي عالم وسائل الاعلام الاجتماعية يضج في ذلك الوقت كانت الصورة الرمزية لغاي تظهره وهو يرتدي وشاحا ارجوانيا من حفلة كبيرة كان اقامها في منزله وكتب احد المدونين غاي انطوائي انه غير منطقي لقد اظهرت الدراسات ان الانطوائيين في الواقع من المرجح ان يعبروا عن حقائق خصوصية عن انفسهم على الانترنت اكثر من الانبساطيين لدرجة ان عائلاتهم واصدقاءهم قد يندهشون عند قراءتها وان يقولوا انه يمكنهم التعبير عن ذات الحقيقية على الانترنت والشخص ذاته الذي ما كان ليرفع يده في قاعة محاضرات تضوم مئتي شخص قد يكتب تدوينة لألفي شخص او لمليوني شخص بدون التفكير مرتين في الامر والشخص ذاته الذي يجد من الصعب ان يقدم نفسه لغرباء قد ينشئ حضورا له على الانترنت ومن ثم يوسع هذه العلاقات الى العالم الحقيقي عندما يؤدي التعاون لقتل الابداع منذ 1952 الى 1962 وهي فترة اكثر ما يتم تذكرها به هو اخلاقياتها في تسفيه الامتثال قام معهد تقييم وابحاث الشخصية في جامعة كاليفورنيا باجراء مجموعة من الدراسات عن طبيعة الابداع وسعى الباحثون الى تحديد الاشخاص المبدعين المذهلين الى اقصى درجة ومن ثم اكتشاف ما الذي جعلهم مختلفين عن كل شخص آخر وكان احد اهم الاكتشافات الذي تكرر في الدراسات اللاحقة هو ان الاشخاص الاكثر ابداعا كانوا انطوائيين من الناحية الاجتماعية وقد وصفوا انفسهم على انهم مستقلون وفردانيون وفي فترة المراهقة كانوا خجولين ومنعزلين ولا تعني هذه النتائج ان الانطوائيين يكونون دائما اكثر ابداعا من الانبساطيين ولكنها تشير الى انه في مجموعة من الاشخاص المبدعين الى درجة استثنائية طوال عمرهم يكون من المرجح اكثر ان تجد الكثير من الانطوائيين اذا كانت العزلة امرا مهما بالنسبة للابداع عندئذ قد نرغب جميعا في تنمية ميل اليها وقد نرغب في تعليم اطفالنا عن العمل باستقلالية وقد نمنح موظفين الكثير من الخصوصية والاستقلالية ومع ذلك نقوم بفعل العكس تماما وبشكل المتزايد وقد تبنت العديد من الشركات التفكير الجماعي الجديد الذي يقوم بشكل متزايد بتنظيم القوى العاملة في فرق بعض هذه الفرق افتراضية تعمل معا من اماكن بعيدة ولكن فرقا اخرى تتطلب قدرا هائلا من التفاعل وجها لوجه واشغل الموظفون في وقتنا الحاضر اماكن عمل ذات مخططات مفتوحة لا يكون فيها لاي شخص غرفة خاصة به لقد تقلص مقدار الحيز لكل موظف من 500 قدم مربع في سبعينيات القرن العشرين الى 200 قدم مربع في عام 2000 وقال جيمس هاكيت الرئيس التنفيذي لشركة استيل كيس لمجلة فاست كومباني في عام 2005 هناك تحول من انا اعمل الى نحن نعمل ولم يظهر التفكير الجماعي الجديد في لحظة معينة محددة بل ظهر التعليم التعاوني والعمل الجماعي المؤسسي ومخططات المكاتب المفتوحة في اوقات مختلفة ولأسباب مختلفة ولكن القوة الجبارة التي قامت بجمع هذه التوجهات معا كانت ظهور الشبكة العنكبوتية العالمية التي اضفت على فكرة التعاون جمالا ووقارا فقد تم انتاج ابداعات رائعة من خلال التشارك بالقدرات العقلية لينوكس نظام التشغيل المفتوح المصدر وكيبيديا الموسوعة على الانترنت الى اخر ذلك لقد كانت هذه المنتجات الجماعية الاعظم باضعاف مضاعفة من مجموع اجزائها مذهلة الى درجة اننا اصبحنا نقدس عقلية خلية النحل وحكمة الحشود واصبح التعاون مفتوحا ومقدسا ولكن بعد اذن ذهبنا بالامور خطوة الى الامام ابعد مما تستدعيه الحقائق واصبحنا نقدر الشفافية ونهدم الجدران ليس فقط على الانترنت ولكن شخصيا ايضا وفشلنا في ادراك ان ما هو منطقي للتفاعلات غير المتزامنة التي تتميز بمجهولية الاشخاص على الانترنت قد لا ينجح بالدرجة نفسها داخل حدود المكاتب ذات المخططات المفتوحة التي تتميز بالضجيج الصوتي والمشحونة سياسيا والتي يتم التعامل فيها وجها لوجه في الواقع يبدو ان التنبيه المفرطة يعيق التعلم فقد وجدت دراسة اجريت في الاوينات الاخيرة ان الناس يتعلمون بشكل افضل بعد نزهة هادئة على الاقدام في غابة مقارنة بالسير في ضجيج شارع وسط المدينة وجدت دراسة اخرى اجريت على 38 الف عامل في مجال المعرفة في شتى القطاعات المختلفة ان مجرد المقاطعة يعتبر اكبر العوائق امام الانتاجية وحتى تعدد المهام ذلك العمل البطولي المقدر لمحاربي المكاتب في وقتنا الحاضر اتضح انه اسطورة ويبدو ان الكثير من الانطوائيين يعرفون هذا الامر غريزيا ويقاومون ان يتم جمعهم معا والكاتب المرح ثيودور جيزل والمعروف ايضا بالدكتور سوس كان يمضي ايام عمله مختفيا في الاستوديو الخاص به وكان جيزل اهدأ بكثير مما تشير اليه قوافيه المازحة ونادرا ما كان يغامر في الخروج علنا لمقابلة قرائه الصغار قلقا من ان الاطفال قد يتوقعون شخصية مريحة منفتحة تشبه شخصية قصة القطة في القبعة وقد يشعرون بخيبة امل من شخصيته المحافظة وقت قام اليكس اوزبورن بكتابة العديد من الكتب اثناء الاربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين يعالج كل منها مشكلة ازعجته بصفته رئيسا لشركة بي بي دي او لم يكن موظفه مبدعين بدرجة كافية وكان اوزبورن يؤمن بانه كانت لديهم افكار جيدة ولكنهم كانوا مترددين في التشارك بها خوفا من حكم زملائهم وبالنسبة لأوزبورن كان الحل يتمثل ليس في جعل موظفه يعملون بشكل منفرد بل في ازالة خطر الانتقاد من عمل المجموعة بدلا من ذلك وابتكر مفهوم العصف الذهني وهو عملية يقوم فيها افراد المجموعة بتوليد افكار في جو لا يتم فيه اصدار احكام وكان لنظرية اوزبورن تأثير كبير وبدأ قادة الشركات بممارسة العصف الذهني بحماس وحتى يومنا هذا من المألوف لكل شخص يمدي وقتا في الشركات الامريكية ان يوجد محبوسا مع زملاء في غرفة مليئة بالواح الكتابة البيضاء واقلام تخطيط وميسر مفعم بالحيوية الى درجة خارقة يقوم بتشجيع كل شخص على ممارسة الترابط الحر هناك مشكلة واحدة في فكرة اوزبورن التي اعتبرت اختراقا العصف الذهني الجماعي لا ينجح في الواقع وكانت من اولى الدراسات التي اثبتت هذا قد اجريت في عام 1963 حيث قام مارفين دوني استاذ علم النفس بجمع 48 عالم ابحاث و48 مديرا تنفيذيا في مجال الاعلان وطلب منهم ان يشاركوا في الجلسات الانفرادية والجماعية على حد سواء وقام دونيه بتقسيم كل مجموعة مكونة من 48 رجلا الى 12 مجموعة تتألف كل منها من 4 اشخاص وعطيت كل مجموعة من المجموعات الاربع مشكلة لتنفذ العصف الذهني فيها وتم تزويد كل رجل بمشكلة اخرى مشابهة لكي ينفذ عصفا ذهنيا عليها بمفرده وكانت النتائج ان الرجال في 23 مجموعة من اصل 24 مجموعة انتجوا عددا من الافكار عندما عملوا على انفراد اكبر مما انتجوه عندما عملوا كمجبوعة كما انهم انتجوا افكارا ذات نوعية مكافئة او اعلى عندما عملوا على انفراد ولم يكن اداء البدراء التنفيذيين افضل في عمل المجموعات عن علماء الابحاث الذين افترض انهم انطوائيون اكثر ويقدم علماء النفس عادة ثلاثة تفسيرات لفشل العصف الذهني في مجبوعة الاول هو التبطل الاجتماعي في مجموعة يميل بعض الافراد للتقاعس وترك الاخرين يقومون بالمهمة والثاني هو حجب الانتاج فقط شخص واحد يمكنه ان يتحدث او ينتج في وقت ما بينما يكون باقي افراد المجموعة مجبرين على الجلوس في سلبية والثالث هو الخوف من التقويم وهذا يعني الخوف من الظهور بمظهر الغبي امام الاقران هل المزاج قدر؟ قبل حوالي عشر سنوات انها الساعة الثانية صباحا لا اسطيع النوم واريد ان اموت وانا لست عادة من النوع الانتحاري ولكن هذه هي الليلة قبل خطاب هام تتزاحم الافكار في رأسي على هيئة افتراضات ماذا لو؟ لو مروعة؟ ماذا لو جف فمي ولم اسططع ان اخرج اي كلمة؟ ماذا لو جعلت الجمهور يشعر بالملل؟ ماذا لو تقيأت على المسرح؟ يراقبني كين وانا اتقلب في فراشي واعاني الارق ويقول وهو يداعي جبهتي حاولي ان تفكري بامور سعيدة احدق في السقف ودموعي تنهمر اي امور سعيدة؟ من الذي يستطيع ان يكون سعيدا في عالم من المنابر والمايكروفونات؟ يقترح كين متعاطفا هناك مليار انسان في الصين لا يكترثون مطلقا بشأن خطابك وهذا يساعد لما يقارب من خمس ثوان استدير وانظر لساعة المنبه اخيرا اصبحت الساعة السادسة والنصف في مثل هذا الوقت من الغد ساكون حرة اجلث في السيارة التي تنتظر لتقلني الى وجهتي مقر رئيسي لشركة كبيرة في ضواح يجرسي وتمنحني الرحلة بالسيارة الكثير من الوقت للتساؤل في الطريقة التي سمحت فيها لنفسي بالدخول في هذا الوضع تمتلئ القاعة برجال اعمال يبدو انهم مهمون واقول لنفسي ايا كان ما تفعليه حاولي ان لا تتقيأي اتعهد في ذلك الزمان والمكان انني لن اقوم بتقديم اي خطاب اخر حسنا منذ ذلك الحين قدمت الكثير من تلك الخطابات لم اتغلب على قلقي بشكل كامل ولكن اكتشفت استراتيجيات يمكنها ان تساعد اي شخص يعاني من رهبة المسرح ويحتاج الى التحدث امام الجمهور قررت قبل بضع سنوات انني كنت اريد التغلب على خوفي من الخطابة وبعد الكثير من التردد والمراوغة قمت بالتسجيل كنت اشعر انني شخص خجول عد ولم يعجبني الانطباع المرضي للتعبير قلق اجتماعي ولكن الدورة الدراسية كانت تستند الى التدريب على التخلص من الحساسية وهو نهج بدى منطقيا بالنسبة لي ويستخدم اسلوب ازالة التحسس في كثير من الاحيان للتغلب على الرهاب وهو اسلوب ينطوي على تعريض نفسك ولوزة مخيخك الى الشيء الذي تخشاه مرة تلو الاخرى في جرعات سهل التعامل معها هناك حوالي 15 شخصا في الصف الذي يقوده تشارلز دي كانغو شرح لنا تشارلز انه يتعين على كل واحد مننا ان يتحدث امام المجموعة ولكن على مستوى من القلق نستطيع التعامل معه جاء دوري وقفت على منصة مؤقتة وواجهت المجموعة كان الصوت الوحيد في الغرفة هو تكتكت مروحة السقف وابواق حركة المرور في الخارج وطلب مني تشارلز ان اعرف بنفسي اخذت نفسا عميقا وصرخت مرحبا على امل ان ابدو ديناميكية وبدت شارلز قلقا وقال فقط كوني نفسك ومنذ ذلك الحين قمت بالقاء الكثير من الاحاديث امام مجموعات تتكون من عشرة اشخاص وحشود من المئات واصبحت اتقبل قوة المنصة وبالنسبة لي فان هذا ينطوي على اتخاذ خطوات محددة بما في ذلك التعامل مع كل خطاب على انه مشروع ابداعي في الختام اذا كنت انطوائيا اعثر على تذفقك من خلال استخدام مواهبك لذلك قوة المثابرة والميل لحل المشاكل المعقدة والرؤية الواضحة لتجنب المزالق التي تجعل الاخرين يتعثرون وتتمتع بحرية نسبية من اغراءات الجوائز السطحية مثل المال والمكانة وفي الواقع ان التحدي الاكبر امامك قد يكون الاستفادة الكاملة من نقاط قوتك وربما تكون مشغولا في محاولاتك ان تظهر بمظهر بساطي مرح حساس للمكافأة بحيث انك تقلل من قيمة مواهبك الخاصة او تشعر بانك لا تحظى بما تستحق من التقدير ممن حولك لكن عندما تكون مركزا على مشروع ما تهتم به ربما تجد ان طاقتك بلا حدود لذا ابق وفيا لطبيعتك الخاصة اذا كان لديك رغبة في القيام باشياء بطريقة بطيئة وثابتة لا تدع الاخرين يجعلونك تشعر بان عليك ان تتسابق اذا كنت تستمتع بالعمق لا ترغم نفسك على البحث عن الاتساع واذا كنت تفضل العمل على مهمة منفردة تشبث بطريقتك حتى عندما ينتقدك الاخرون او يعارضون طريقتك يحتاج الانطوائيون الى الثقة بحدسهم والى التشارك بافكارهم باكبر قدر ممكن من القوة وهذا لا يعني تقليد الانبساطيين من الممكن التشارك بالافكار بهدوء ومن الممكن توصيلها بالكتابة ومن الممكن تغليفها في محاضرات معدة بصورة رفيعة مستوى ومن الممكن ان يتم تقديمها من قبل حلفاء والوسيئة للانطوائيين تكمن في احترام اساليبهم الخاصة بدلا من السماح لانفسهم بان تجرف من قبل الاعلى اشتركوا في القناة